موسيقى حيث أكد عدو القيادة القطرية للحزب أهمية المؤتمرات السنوية في مراجعة الخطط والبرامج وإيجاد الحلول لصعوبات العمل في ظل ما تواجهه سوريا من حرب كونية تطال جميع مرافق الحياة مشيرا إلى دور الحزب في الإطار الوطني والاستقطاب الشعبي والعمل في صفوف الجماهير منوها بمسيرة الحزب النضالية ودوره التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة ومصالحها وأهدافها العادلة والإنعطافة التي شهدها الحزب منذ قيام الحركة التصحيحية المباركة والتي تتطور وتتعزز في ظل مسيرة الخير والعطاء التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد داعيا كوادر الحزب إلى العمل بروح الجماعة وتعزيز النقد والنقد البناء وتوسيع مساحة الحوار وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بما يساهم في حل قضايا ومشاكل المواطنين ومعالجتها بالتعاون مع الوحدات الإدارية والمؤسسات المعنية ومؤكدا حتمية انتصار سوريا القريب في هذه الحرب الهمجية التي تستهدف ثوابتها ومواقفها الوطنية والمبدئية بفضل بطولات وتضحيات وبسالة قوات الجيش العربي السوري الذي أصبح مدرسة في البطولة والفداء والزود عن حياضي وشرف الوطن المؤتمرات هي محطات فعلا نوعية لدراسة عام مضى والمداخلات والاستماع لهذه المداخلات يمكنت مداخلات تصب في تنظيمية مداخلات سياسية مداخلات على القضايا الخدمية المختلفة في المحافظة لاحظنا هناك تماسك وتواصل ما بين الحزب بدءا من قيادات الفرق من القاعدة إلى الأعلى وهذا يعبر عن الجسد التنظيمي الواحد يعبر عن الانتماء الأكبر للوطن والوحدة الوطنية يعبر عن سوريا في أربع سنوات مضت بقيت الدولة ورغم كل محاولاتهم لتحويل سوريا إلى دولة فاشلة فالحقيقة بقيت سوريا بشعبا وحكومة وحزبا وأحزاب وطنية مختلفة بقيت رغم كل هذه المؤامرات قوية ومتماسكة وستبقى كذلك الأمر فالنصر آتن وآتن وآتن هذا وقد أغنت هذه المؤتمرات مداخلات الحضور التي تركزت حول القضايا الخدمية والسياسية والتربوية بشكل عام وفي الختام أكدت دكتور شفيع حتمية انتصار سوريا القريب في هذه الحرب الهمجية التي تستهدف ثوابتها ومواقفها الوطنية والمبدئية بفضل بطولات وتضحيات وبسالة قوات الجيش العربي السوري الذي أصبح مدرسة في البطولة والفداء والزود عن حياض وشرف الوطن تواصل الشعب الحزبية في محافظة اللاذقية عقد مؤتمراتها السنوية بمناقشة تقاريرها والتي تتعلق بالواقع التنظيمي والسياسي والخدمي والاقتصادي وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر شفيع عدو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب الفلاحين القطري والرفيقة سلافة ديب رئيسة الرقابة والتفتيش في القيادة القطرية والسيدان محمد الشريتح أمين فرع الحزب وإبراهيم خضر السالم محافظة اللاذقية حيث عقدت شعبة جبلة للحزب وشعبة المدينة الأولى مؤتمرهما اليوم وأكد عدو القيادة القطرية للحزب المشرف على هذه المؤتمرات على دور الرفاق الحزبيين بالتعاون مع الوحدات الإدارية والمؤسسات المعنية في حل ومعالجة جميع قضايا المواطنين خاصة في ظل الظروف والحرب الكونية التي تتعرض لها بلدنا الحبيب سوريا منوها بالدور التاريخي والمسيرة النضالية للحزب في الدفاع عن قضايا الأمة ومصالحها وداعيا الكوادر الحزبية إلى العمل بروح الجماعة وتعزيز النقد والنقد الذاتي كما قدمت مداخلات مختلفة تركزت حول القضايا والهموم اليومية للمواطنين في تأمين المشتقات النفطية خاصة للقرى البعيدة في منطقة جبلة بالإضافة إلى مداخلات حول الواقع التعليمي وتسيير قطار لنقل طلاب الجامعات من جبلة إلى اللاذقية وتخفيف الأعباء والانتظار عليهم بالإضافة إلى مواضيع خدمية وتنظيمية أخرى أجاب عنها محافظ اللاذقية وأمين فرع الحزب والمدراء المعنيون كما ناقشت شعبة القردحة للحزب خلال اجتماعها السنوي القضايا والهموم اليومية وتأمين مواد المشتقات النفطية للقرى والمدارس البعيدة في منطقة القردحة بالإضافة إلى